ألا بكم مشاهدين إلى هذا الموعد الإخباري الاستثنائي الخاص بمتابعة مستجدات العمليات الإرهابية التي استادفت عوانا من الحرس الوطني حيث وفادت وزارة داخلية في بلاغا لها بأن دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بعين سلطان من ولاية جندوبا على شريط الحدودية تونسية الجزائري تعرضت اليوم على الساعة الحادي عشرة وخمسة واربعين دقيقة إلى كمين تمثل في زرع عبوة ناسفة مما أسفر عن استشهد سبعة أعوان وأكدت الوزارة عملية تمشيت وتعقب المجموعة الإرهابية ما تزال متواصلة دعت وزارة الداخلية إلى النأي بالمؤسسة الأمنية عن أي تجاذب من شأنها يعيق افتلاعها بالدور الدقيق المناطب عهدتها على أكمل وجهها وعدم إقحامها في أي نوع من الصراعات التي قد تنعكس سلبا على أمن واستقرار البلاد وأوردت الوزارة في بلاغا لها أنها لحظت خلال طعاة بعض وسائل الأعلام مع الأحداث الجارية في المنطقة الحدودية عن سلطان تداول معلومات من شأنها عرقلة الجهود المبذولة من قبل الوحدات الأمنية والعسكرية في ملاحقة العناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها دون أن تذكر مضمون المعلومات المتداولة هذا وقد كلف رئيس الحكومة يوسف الشاهد كلا من وزير العدل ووزير الداخلية بن نيابة غازي جريبي وأمير الحرس الوطني العميد شكر رحالي بتحول إلى منطقة عين سلطان لمتابعة مستجدات الحادثة التي جدت ظهر اليوم واسفرت عن استشهاد سبعة أعوان من الحرس الوطنية وفق ما أفاد به مصدر حكومي ولمزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة الإرهابية نضم إلينا عبر الهاتف سيد محمد رويس المدير الجهوي للصحة بجندوبة سيد محمد مساء الخير وكم بلغ إلى حد الآن عدد المصابين وكيف هي حالتهم أظن أن الاتصال الهاتفي قد انقطع سنعود لاتصال به ولأخذ أكثر معلومات حول هذه الحادثة الإرهابية إذن سبع سنوات مرت على أحداث ثورة تونسية تلتها سلسلة من العمليات الإرهابية التي أدت إلى استشهاد عدد من الأمنيين وفي هذا التقرير نعود بكم إلى أبرز الأحداث الإرهابية التي جدت ببلادنا وتصدي القوات الأمنية لها من سنة 11-2000 إلى 18-2000 سلسلة من العمليات الإرهابية في تونس استهدفت الجيش والأمن الوطنيين عملية وانخلفت العديد من الشهداء لكنها لم تحبت من عزاء محومات البلاد شهداء ظلت ذكرهم في قلوبنا كما تظل النجاحات الأمنية رسخة في أذهننا لتعكس صورا لنجاحات تتتالى وفول لإرهاب تتهاوى ويعد تبادل إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني وعناصر منتمية لتنظيم القاعدة في منطقة الروحية بولاية سليانا الحدث الذي انطلقت معه شرارة العمليات الإرهابية وقد مثلت سنة 13-2000 السنة التي تعددت فيها الأحداث الإرهابية حيث بلغت حوالي 15 عملية إرهابية أصفرت عن استشهاد حوالي 20 من أعوان الأمن والجيش الوطني فيما شهدت سنة 15-2000 أكبر العمليات الإرهابية التي انطلقت باستهداف متحف باردو إلى استهداف نزل في ولاية سوسا وصولا إلى استهداف حافلة تابعة لقوات الأمن الرئاسي عملية قامت بها عناصر إرهابية منفردة ردا على نجاح القوات الأمنية في تضييق الخناق على الجماعات الإرهابية المتمركزة بالمرتفعات ورغم تغيير نوعية العمليات الإرهابية انطلاقا من سنة 15-2000 حيث باتت تستهدف المدنيين أيضا فإنها شهدت تراجعا في عددها وتطورا في كيفية تصدي لها من ذلك إفشال مخطط المجموعات الإرهابية لتحويل بن جردان إلى إمارة داعشية وبفضل أعمال استعلماتية واستخباراتية تمكنت القوات الأمنية من استباق عديد الهجمات الإرهابية والرد عليها بسرعة ونجاعة كما تمكنت القوات الأمنية بفضل ما تلقته من دعم معرفي ولوجستي من القضاء على عدة مجموعات إرهابية وحول هذه الحادثة الإرهابية التي جدت اليوم بالمنطقة الحدودية عين سلطان وأسفرت عن استشهاد سبعة عوان من الحرس الوطني ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل هشام أصغيري مراسل الإذاعة الوطنية هشام أنت على عين المكان تقريبا هل من تفاصيل إضافية لديك؟ نعم مالا بكي الآن في المستشفى الجهوي بجنوبة وفي هذه اللحظة وصل وجير الداخلية بن يابا السيد غازي الأجريبي السمسخوب بآمر الحرس الوطني للمستشفى الجهوي بجنوبة الاتلاع على حالة الإصابات في صفوف عوان حرس الوطني وعددهم الثلاثة التي تعرضوا للإطابة في هذه العملية التي يجدد صباح اليوم في منطقة السرية من المؤكدية في غرض ما والتي أصفرت عن استشهاد ستة من عناطر الحرس الوطني وإصابة ثلاثة آخرين وحسب معطيات من الإدارة الجهوية للصحة بجنوبة أن حالتهم من الصحية المصابين مستقرة إلى حد الآن ونريد أن أشير إلى أن عددها من الواطنين الآن موجودين في المستشفى الجهوية بجنوبة من أهالي مدينة جنوبة الذين عبروا عن استنكارهم لهذه العملية والرهاب عموما طالبوا بوضع حد ربما لهذه العمليات التي أدت بحياة عدد كبير من شباب جنوبة نعم هشام صغيري مراسل الإذاعة الوطنية كنت معنا عبر الهاتف مباشرة شكرا جزيلا على تدخلك معنا وفي ظل تواتر العمليات الهرابية ببلادنا تتواصل المجهودات الأمنية والعسكرية للتصدي لكل محاولات ضرب أمن تونس وأهلها الحرس الوطني من بين الأسلاك الأولى التي بذلت دماء بنائها وقدمت التضحيات ذودا عن البلاد الحرس الوطني بمختلف تخصصاته شهد تطورا في قدراته العملياتية ضد قوات الطرف والإرهاب خلال السنوات الأخيرة وهو ما تؤكده النجاحات الأمنية التي سجلتها عناصره وذلك خاصة من خلال القضاء على أخطر العناصر الإرهابية بجهات سديبوزيد والقصرين وجندومة ومدنين والكاف وغيرها عمل داؤب في طبشة مناطق مختلفة عبر دوريات مشتركة بين الحرس والجيش الوطنيين إضافة إلى دوريات قارة متمركزة وبفضل مجهودات أعوانه وإطاراته تمكن من كشف عدة مخابئ لأسلحة وذخائر كما تمكن أعوان الحرس الوطني في عدة مناسبات بالتعاون مع قوات خاصة من الأمن والجيش الوطنيين من مداهمة عدد من المنازل المشبوعة ليتضح وجود أسلحة ووثائق يتم فتح مخططات المجموعات الإرهابية في عمليات استباقية ناجحة الحرس الوطني كان وما يزال وسيظل سدا منيعا أمام العمليات الإرهابية سالت دماؤه لترويح حكايات البواسل في تصديهم للإرهاب إلى ولاية القصرين الآن وفي ثمات بمع تمدية سبيب المتاخمة لجبل المغيلة تمت في حدود الساعة الواحدة من ليلة أمس مداهمة زاوية سيدس الحسنوي وحرق محتوياته وأكد وكل الزاوية أن العملية كانت بفعل فاعل وقد تم فتح تحقيق في الحادثة بعد أن تدخلت الوحدات الأمنية لتحديد هوية الجنات ورجحت مصادر أمنية بلجها في تصريح لمراسلة الأخبار أن تكون مجموعة إرهابية مسلحة وراء العملية خاصة وأن زاوية المذكورة توجد بسفح جبل المغيلة وللإشارة فإن مركز صحة أساسية يبعد عن المكان حوالي مئة متر قد تعرض خلال فترة سابقة إلى الخلع والسرقة من قبل عناصر إرهابية مع الساعتين كيكم من الساعة ونصف في كل وقت ذلك يعني كيف وصلنا لهنا أعلمنا الحكم زيادة على ذلك نحن ظاهر ذينا في مدينة الدلة واضحة لفاها لا شك ولفاها اختلاف ولفاها حتى شيء هنا أحد متساكني المنطقة هذه فجأنا يعني كأيوه الناس بحرقان الجامع هذية اللي هو مسجد تحرق تسرق المصاوص اللي يوم سأقربنا حوالي 20 متر وصحيح وقع الخلع متاعه بينما حواج أخرى ما تماش تبقى ناقصة حاجة هنا في المنطقة هذه هي نطالبه كمواطنين أنه بيش تكون عنها حماية تحرق جامع بيت ربي ممنعتش فما بيك الله أعلم مواطنين منتلكات مواطنين سياحيا حضور أمني مكثف تشهده جزيرة جربة لتأمين الموسم السياحي الناجح في ذروته حيث أجمع كل المتدخلين على ارتياحهم من الإجراءات المتخذة في جزيرة جربة وفي ذروة موسم سياحي متميز ومع ما تشهده الجزيرة من توافد لآلاف الزوار حضور أمني مكثف أدخل الكثير من الطمأنين على السياح من تونس ومن الخارج صلنا إلى تونس منذ أيام ولحظنا وجود الأمن والحماية في كل مكان الأجواء هنا رائعة ولم نتعرض لأي مضايقات ونحن نأتي إلى تونس كل سنة عندما أتجول في الشوارع أشعر بأي خطر خاصة مع التواجد الأمني المكثف وهذا يشعرني بالأمان والطمأنينة أحزمة مراقبة متعددة ودورية قارة ومتنقلة في تدخلات مباشرة سيرية وتنظيمية تمتد من المعابر الحدودية بذهبا ورسج دير وصولا إلى ولاية جابس وتطوين ومدنين برمجة حملة أمنية من جملة الحملات المتواصلة على كامل مدة سيفية وراء كامل السنة مؤشرات هامة لحركية استثنائية مقارنة بالفترة ذاتها من السنوات الماضية ترافقها جاهزية أمنية وعسكرية لتأمين الموسم السياحي ونذكركم مشاهدين أننا بصدد متابعة مستجدات العملية الإرهابية التي استهدفت أعوانا من الحرس الوطني حيث أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها بأن دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بعين سلطان من ولاية جندوبة على شريط الحدودية تونسية الجزائري تعرضت اليوم على ساعة 11.45 دقيقة إلى كمين تمثل في زرع عبوة ناسفة مما أسفر عن استشهاد سبعة أعوان وأكدت الوزارة أن عملية التمشيط وتعقب المجموعة الإرهابية ما تزال متواصلة وفي ظل تواتر العملية الإرهابية ببلادنا تتواصل والمجهودات الأمنية والعسكرية للتصدي لكل محاولات ضرب أمن تونس وأهلها الحرس الوطني من بين الأسلاك الأولى التي بذلت دماء أبنائها وقدمت التضحيات ذودا عن البلاد الحرس الوطني بمختلف تخصصاته شهد تطورا في قدراته العملياتية ضد قوات طرف الإرهاب خلال السنوات الأخيرة وهو ما تؤكده النجاحات الأمنية التي سجلتها عناصره وذلك خاصة من خلال القضاء على أخطر العناصر الإرهابية بجهات سديبوزيد والقصرين وجندومة ومدنين والكاف وغيرها عمل داؤب في طبشيط مناطق مختلفة عبر دوريات مشتركة بين الحرس والجيش الوطنيين إضافة إلى دوريات قارة متمركزة وبفضل مجهودات أعوانه وإطاراته تمكن من كشف عدة مخابئ لأسلحة وذخائر كما تمكن أعوان الحرس الوطني في عدة مناسبات بالتعاون مع قوات خاصة من الأمن والجيش الوطنيين من مداهمة عدد من المنازل المشبوعة ليتضح وجود أسلحة ووثائق يتم فتح مخططات المجموعات الإرهابية في عمليات استباقية ناجحة الحرس الوطني كان وما يزال وسيظل سدا منيعا أمام العملية الإرهابية سالت جماؤه لترويح حكايات البواسل في تصديهم للإرهاب سبع سنوات مرت على أحداث ثورة تونسية تلاتها سلسلة من العملية الإرهابية التي أدت إلى استشهاد عدد من الأمنيين وفي هذا التقرير نعود بكم إلى أبرز الأحداث الإرهابية التي جدت ببلادنا وتصدي القوات الأمنية لها من سنة 11-2000 إلى 18-2000 سلسلة من العمليات الإرهابية في تونس استهدفت الجيش والأمن الوطنيين عملية وإن خلفت العديد من الشهداء لكنها لم تحبت من عزائم حماة البلاد شهداء ظلت ذكرهم في قلوبنا كما تظل النجاحات الأمنية رسخة في أذهننا لتعكس صورا لنجاحات تتتالى وفول لإرهاب تتهاوى ويعد تبادل إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني وعناصر منتمية لتنظيم القاعدة في منطقة الروحية بولاية سليانا الحدث الذي انطلقت معه شرارة العمليات الإرهابية وقد مثلت سنة 13-2000 السنة التي تعددت فيها الأحداث الإرهابية حيث بلغت حوالي 15 عملية إرهابية أصفرت عن استشهاد حوالي 20 من أعوان الأمن والجيش الوطني فيما شهدت سنة 15-2000 أكبر العمليات الإرهابية التي انطلقت باستهداف متحف باردو إلى استهداف نزل في ولاية سوسا وصولا إلى استهداف حافلة تابعة لقوات الأمن الرئاسي عملية قامت بها عناصر إرهابية منفردة ردا على نجاح القوات الأمنية في تضييق الخناق على الجماعات الإرهابية المتمركزة بالمرتفعات ورغم تغيير نوعية العمليات الإرهابية انطلاقا من سنة 15-2000 حيث باتت تستهدف المدنيين أيضا فإنها شهدت تراجعا في عددها وتطورا في كيفية تصدي لها من ذلك إفشال مخطط المجموعات الإرهابية لتحويل بن جردان إلى إمارة داعشية وبفضل أعمال استعلاماتية واستخباراتية تمكنت القوات الأمنية من استباق عديد الهجمات الإرهابية والرد عليها بسرعة ونجاعة كما تمكنت القوات الأمنية بفضل ما تلقته من دعم معرفي ولوجستي من القضاء على عدة مجموعات إرهابية وفيما يلي تصريح وزير الداخلية بن ياب غازي جريبي على خلفية العملية الإرهابية التي جدت اليوم بالمنطقة الحدودية عين سلطان والتي أسفرت عن استشهاد سبعة أعوان من الحرس الوطنية والحاجة نحب أن نترحم على أرواح الشهداء الأبرار نتمنى كذلك الشفاء العاجل للجرحة الثلاثة ونقدم تعزية للعائلات لقوات الأمن الداخلي للشعب التونسي بصفة عامة نحن وعون بأن الحرب على الإرهاب حرب طويلة الأمد يلزمنا طول نفس يلزم كذلك الجبهة الداخلية تكون متماسكة أنا اليوم أشرفت على مجلس الجهوي للأمن وما لمسته أن في قوات الأمن الداخلي وذا يعطينا ثيقة كاملة يعني في قواتنا العسكرية وقوات الأمن الداخلي على تمسكها المعنوية مرتفعة نحن وعون بكل التهديدات كونه معناها الإرهاب والآفة هذية أنا على يقين والكلنا وهذا لمسته في القيادات في كل الإطارات الأمنية نحن على يقين أن النصر هو بشكون معناها حليف الشعب التونسي وكونه لا مستقبل للإرهاب في تونس الحاجة الأخرى اللي أحنا بعد التشخيص للعملية هذية اللي نأكدوا ولي نعدوا به اللي كونه سوف نذهب إلى جحورهم وكونه سوف نقتص لشهدائنا وكونه المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية نحن عازمون الإرادة كاملة في يعني تعقبهم وإن شاء الله معناها بالنسبة لنحن نثأر لشهدائنا وسوف معناها يكون القضاء على هذه العملية ما تزيدنا الإسرار ما تزيدنا كان إرادة كاملة معناها في التصدي لهم واللي نعدوا به وكما قلت هذا لمسته في كل معناها الإطارات اللي اجتمعت بهم اليوم كذلك معناها بالتعاون الكامل مع السلط الجهوية سيد الولي كان موجود يعني من أول وهلة وهذا في تماسقنا في تأذرنا كونه هذية اللي بشيضمن النصر النهائي على هذا معناها الخوانة وهذا من الارهابيين اللي كونه لا مستقبل لهم في تونس إذن نترحم على شهداء الوطن الأبرار الذين استشهدوا في هذه الحادثة الإرهابية ونمدكم بأكثر تفاصيل في نشراتنا الإخبارية اللحقة إلى اللقاء اشتركوا في القناة